الانسان هذا هو الله الانسان هذا اللي اخذ جسده هو يسوع المسيح عنده الطبيعة النسوتية والطبيعة اللاهوتية حتى ما تكون الكلمات صعبة على اخي المسلم اللي بيسمعها عنده طبيعة الجسد البشري الجسد اللحمي وعنده الطبيعة الالهية بنفس الوقت هذا الانسان او هذا الجسد هو الله نفسه ليش بمتى 28 والعدد 18 قدم الربيع سؤال دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض اي هو صاحب السلطان وحده ومين صاحب السلطان وحده بهذه الحياة هو الله وحده دايما منقول الله سلطان الله عنده القدرة على كل شيء الله اللي بيعمل كل شيء فيسوع قدم اعتراف انه هو الله بكلمات اخرى اوقات يسألوا الاحباء المسلمين وين قال المسيح انا الله مش شرط يقول حرفيا انا الله فاعبدوني قال بكلمات لازم نطلع فيها من هو صاحب السلطان لما قال انا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض اي انا عندي السلطان في السماء وعلى الارض على كل شيء لما نشوفوا بانجيل يوحنى الاصحى الاول والآيات واحد واثنين شو بيقول عن المسيح يقول الذي كان في البدء الذي سمعناه سوري اسف رسالة يوحنى الاولى الا الصحى الاول الآيات واحد واثنين يقول يوحنى كان عاش مع المسيح وهو احد تلاميذ المسيح يقول الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا انه لمسنا بأيدينا من جهة كلمة الحياة ما كان في كلمة حياة الا عنده هو فان الحياة اظهرت وقد رأينا شفنا ونشهد لكم شو صار ونخبركم بالحياة الابدية التي كانت عند الاب واظهرت لنا اي يسوع المسيح عم يتكلم عن يسوع عبرانيين كمان بالصيقة الادبية هي صيقة بوليس الاسلوب الاكاديمي اصحاح 13 العدد 8 بيقول يسوع المسيح هو امس واليوم وإلى الابد اي لا يتغير وهيدي وحدة من اللي تعطيه صفات الله فشفنا انه يحنى شهد انه كلمة الحياة او الحياة الابدية اللي عند الاب اظهرت لانه شفنا انه هو دفع الى اله كل سلطان اللي هو كامل السلطان وشفنا هو لا يتغير كمان نرجع نشوف انه كلية المعرفة كيف رسالة كلوسي الاصحاح الثاني اعداد 2 و 3 شو بيقول لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الاب والمسيح المذخر فيه جميع كنوز كنوز شو الحكمة والعلم كلي المعرفة بطرس اللي نكر المسيح وكان عايش مع المسيح شو بيقول باعمال الرسل للاصحاح الثالث والعدد 14 وبطرس هو شخص يهودي كان اسمه سمعان بنيونة شو قال قال ولكنكم انتم انكرتم مين القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل اي هو القدوس البار وما في قدوس الا الله ما في حدا اعطي صفة القداسة الا الله وفي الجنس البشري كله ما حدا ما حدا اجا وكان مش خاطئ الا المسيح هو الوحيد اللي عاش بلا خطية انه عنده سلطان لكن المسيح كيف برهن سلطانه هل في ادلة انه برهن سلطانه لديل على هويته او لا بانجيل متى الاصحاح التامنة اعداد ثمانة ثلاثة وعشرين لسبعة وعشرين لما هاجت العاصفة قاموا التلاميذ قالوا له ألا يهمك أننا اهلك قاموا المسيح وبسلطانه سكت العاصفة سكت الهواء والرياح وسكت موج البحر فبنشوف كان الو السلطان انه العناصر اطيح سيدها العناصر اطيح خالقها المخلوقات اطيح كلمة خالقها كيف انت اليوم ابنك بيسمع كلمتك بس اوقات ما بيسمع كلمتك لانك ابو بتحبه فهيدي المخلوقات طاعت اللي له السلطان عليها وسكتت همدت كمان بانجيل لقى الاصحاح اربعة وعدد اربعين يحكي انه جابوا كتير سقماء لعند المسيح حتى يشبيون ما في ولا سقيم رجع انه خائب الظن او خائب الامل لانه رجع وشفى يسوع ما جابوا مريض او مريضين جابوا كثيرين مرضى بيوحنى كمان الاصحاح الداعش اعداد ثلاثة واربعين لا اربعة واربعين لما المسيح اقام له هازر اعطى صفة الحياة اعطى له هازر حياة اقامه من الموت فبنشوف هذه الكلمة او هذا السلطان الا لالله وحده ما حدا يقدر يقيم موته الا الله كمان نجيل مرقص الاصحاح الثاني والاعداد واحد لاثناش لما اجل مكرسح المفلوج وطلب انه انه يوصلوه على المسيح وصلوه للمسيح فالمسيح شفاه قالوا يا بني مغفورة لك خطاياك بالعدد السابع لما الفريسيين قالوا مين يغفر خطايا الا الله الفريسيين الكتبة اسف مش الفريسيين الكتبة اللي هن دارسين وعارفين ومتل ما بنقول فاطلح بيعرف كل شي قال مين يغفر خطايا الا الله بالعدد العاشر قالوا المسيح لكي تعرفوا ان الابن الانسان الله اللي تجسد اللي اخد صورة انسان له غفران له السلطان على الارض لغفران الخطايا اي بكلمات ثانية بالاعمال اللي عمل المسيح بيقول انا الي السلطان انه اغفرت الخطايا انا هو الله وهذا الشيء منشوفه من خلال حياة بولوس اللي اتغيرت من خلال حياتي انا شخصية من خلال حياة الاف الاشخاص منشوفه بتحننه لما خلق جلد للابرس الابرس اللي حتى اليوم العلم ملأ دول البرس اللي كان عم يتاكل لحمه اجي قال له وجثه عند الرجلي قال له اذا اردت تستطيع اذا اردت قال له اريد وشباه تحنن عليه انا دايما بقول انه الله تواضع مش الله تعالى فمنشوف كيف الله تواضح تحنن عليه اكيد غمر وحاسمعه كجسد بشري وهذا السبب اللي اخذ المسيح جسد بشري اللي يقول انا بحس معكم انا بشعر معكم وشفال الابرس اي خلق له جسد جديد